وفقت وزارة زراعة واستصلاح الأراضي على اعتماد نحو 16 مليون جنيه ضمن المشروع القومي للبيتلو وذلك لصالح 20 مستفيدا من صغار المربين وشباب الخريجين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبلغ إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 7 مليارات و300 مليون جنيه لكثر من 41 700 مستفيد لتربية وتسمين ما يزيد عن 473 ألف رأس ماشية